يعني أنت النهاردة تبتدي أكثر من قبعة يعني وكلهم النهاردة ليهم علاقة بنفس الملف صحيح كل تأكيد زي ما حضرك قلت في المقدمة ما قام به أبطال التحالف الوطن اللي عامل الأهل التنموي هي ملحمة تاريخية في تاريخ الإغاثة الإنسانية لم يكن أحد يتوقع أن تقوم دولة في مثل ظروف الدولة المصرية أزمة اقتصادية موجودة بتضرب المنطقة بل بتضرب العالم كله ناس بتشتكي فروق سعر صرف عندك أزمات كبيرة ولكن لما فلسطين نادت رئيس الجمهورية وجه التحالف الوطن اللي عامل أهل التنموي ومنظمات المجتمع المدني كلمة مسافة السكة بانت ترجمتها على الأرض اللي قام به أبطال التحالف منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم هي ملحمة في تاريخ الإغاثة الإنسانية ستكتب بحروف النور اللي احنا شفناه خلال ساعات قليلة أحجام الشاحنات اللي تم تجهزة جبتوا الكلام ده منين جمعة ناس بتشتكي الناس بتقول إن مفيش الكلام ده جي إمتى وجيه إزاي وجيه منين والناس دي قدرت تساعد بدا إزاي جيه الملحمة في حد ذاتها الناس اللي خرجت في الشوارع عشان خاطر تساند القضية كان قصة عظيمة أبطال مرابطون حتى الأغاثة اللي كانوا موجودين على المعبر وكانوا صورة مشرفة للشباب المصري أنتونيو جويتريتش الأمين العام لأولم المتحدة لما اتكلم معهم وعرف حقيقة الوضع بعدما كان واخد موقف هنقول نرايح نحيط تانية شوية الموضوع انقلب 180 درجة وأصبح مع ملف وصول المساعدات الإنسانية لداخل القطاع 2 مليون و300 ألف مدني داخل قطاع غزة بيدعوا للمصريين باللي قدروا أن هم يكونوا موجودين معهم خلال 49 يوم السابقين شفنا تفاصيل كتير كواليس كتير أعتقد اللي قامت بيه الدولة المصرية يبتعد تستحق معها بكل تأكيد كلمة الشقيقة الكبرى أثبتنا أن كلمة مصر الكبيرة وم الدنيا مش عرات وأغاني وكلام عالفاضي مش أي حد النهاردة يقدر يقول أنا كبير المنطقة كبير العيلة هو اللي بيدفع الفاتورة كبير العيلة بيبين وقت الأزمة مش وقت الفرح ناس كتير ممكن النهاردة تظهر معاك في وقت فرحك لكن عز الأزمة ولما يطلب منك أنك تدفع فاتورة أو ضريبة مصر الوحيدة في المنطقة القادرة على دفع الفاتورة والضريبة نيابة عن المنطقة مصر الوحيدة القادرة على فرض سلطانها على القطاع ليس فقط مع الصديق ولكن أيضا مع العدو صحيح وجود كمان عائلات الأسرة اللي خرجت في تل أبيب قدام السفارة المصرية بيطلبوا بتدخل الدولة المصرية أنها عشان تفرج وتتوسط لدى حماس للإفراج عن الأسرة الموجودين لديها من الإسرائيليين كان شهادة في حق الدولة المصرية أنها قادرة على بسط سلطانها حتى يسق فيك العدو قبل الصديق اسماعيل هنية لما يتحدث عن الدور المصري ووثقتهم في دارة مصر لهذا الملف وعدم السماح بتدخل أي دولة أخرى باستثناء الدولة المصرية أعتقد برضو شهادة أخرى في حق الدولة المصرية العالم كله اللي كان بيتكلم عن مصر ودرها الأيام الماضية أثبتت أن الدولة المصرية انتصرت للشرف في زمن عزة في الشرف